إثرى هجمات عنيفة تعرضت لها مدينة ماريوبل المحاضية لإقليم الدومباس أعلن رسميا في كييف خسارة آخر معاقل الجيش الأوكراني على بحر أزوف مع دخول القوات الروسية إلى ميناء ماريوبل الاستراتيجي منذ الأيام الأولى للعمليات العسكرية الروسية بدأ الضغط على ماريوبل من ثلاثة محاورة أساسية الحديث هنا عن إقليم دومباس وإقليم زاباروجيا بالدرجة الأولى ماريوبل هي عاشرة المدن الأوكرانية من حيث المساحة يقتنها ما يقارب نصف مليون إنسان يتوزعون مناصفة بين ناتقين بالروسية وناتقين بالأوكرانية تتمتع هذه المدينة السياحية بأهمية استراتيجية واقتصادية على حد سواه أما ميناؤها الذي شهد مواجهات عنيفة فيؤدي أيضا دورا أساسيا في تصدير الحبوب والصلب والذي ينتج في شرق أوكرانيا بالإضافة أيضا إلى أنها تعتبر واحدة من أهم المراكز الصناعية أيضا في أوكرانيا مع هذا التحول العسكري يدخل بحر أزوف الممتد من شماله إلى الشواطة الأوكرانية أيضا من جهة الشرق وعلى روسيا وشبه جزيرة القرم أيضا التي يرتسم فيها مضيق كيرتشا الاستراتيجي يرتسم مدخلا أساسيا أيضا هذا المضيق مدخلا أساسيا للبحر الذي تقاسمت النفوذ فيه روسيا وأوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يدخل أيضا أو يتمتع بحر أزوف الذي يبلغ طولهما يقارب مئتين وأربعين كيلو مترا وعرضه مئة وخمسة وثلاثون كيلو مترا أيضا بأهمية جغرافية تمنح مساحات واسعة ليكون للسيطرة عليه تأثيرات مختلفة أبرزها اقتصادية كون هذا الطريق البحري يعتبر معبرا أساسيا للسفن المحملة بالقمح باعتبار روسيا وأوكرانيا أيضا من أكبر مصدري القمح في العالم يمكن رصد هذه الأهمية من خلال الإعلان الرسمي حيث قالت موسكو أن أكثر من مائة وسبعين سفينة عالقت في البحر بينما تنتظر أكثر من أربعين سفينة تجارية أخرى الإذن بيدخول عبر مضيق كيرتش بعد تعليق الملاحة بسبب العمليات العسكرية والتي تستهدف ماريوبر من الزاوية الثانية تبرز الأهمية العسكرية لبحر أزوف فمع اكتمالي السيطرة الروسية أيضا على ضيفافي ستتمكن موسكو من إيجاد جسر إمداد بحري مستمر لقواتها في أوكرانيا فضلا عن تنفيذها أيضا إعادة انتشار لسفن الحربية أو الغواصات نووية لترسيخ موازين القوى الجديدة مشهد عسكري متغير إذن في أوكرانيا يعيد رسم الحدود الجغرافية ومناطق النفوذ على إقاع اتساع المواجهات في جبهات عدة فضلا عن انذارات أممية على مصارات تتوزع بين الغذاء ولا تنتهي بالتعليق على أزمة اللجوء الإنساني لدول الجوار الأوكرانية موسيقى